بهدف زيادة الانتاج الزراعي في المناطق الريفية المتأثرة باللجوء السوري وزعت مدرية زراعة إربد 20 منحة زراعية على الأسر العفيفة بدعم من الجمعية الأرثودوكسية المسيحية الخيرية العالمية هذه المنحة تأتي لغاية تصويق الزراعي للمستفيدين من مشروع دعم الأردنيين واللاجئين السوريين عن طريق زيادة الانتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالوالي الطهات أكد أن هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية الأرثودوكسية المسيحية الخيرية العالمية جاء بهدف مساعدة الأسر الريفية على إقامة مشاريع صغيرة للإنتاج الحيواني وتأمين مصدر ثابت للدخل وزارة الزراعة معنية جدا في المرأة وتمكينها بحيث من الانتشارها من الفقر وتمكينها بحيث تكون قادرة على إيجاد دخل للأسرة وزيادة المردود الاقتصادي لها حيث سنقوم إن شاء الله بتوزيع بعض المساعدات حيث استفادت من هذه المساعدات عشرين أسرة خمس أسر تم توزيع ماعز وثلاث أسر تم توزيع لكل أسرة بقرة وخمستاشر أسرة لكل أسرة ثمانتاشر جاجة بالإضافة إلى العلف